زهير مزاري هو حاضر معي اليوم في البلاتو صباح الخير أهلا بك زهير صباح نور لا يسمك كما أسبقت وتكلمت زهير تحصلت على الجائزة الأولى في فئة الموسيقى في هذه الجائزة في طبعتها في هذه الطبعة لهذا العام لو كانت تكلمنا بداية زهير على كيف شاركت في هذه المسابقة وكيف تمها كيف حصلت على هذا اللقب كل عام كنت حابة نشارك في هذه المسابقة ولكن ما كفانيش الوقت العوام اللي فاتوا باش نشارك فيها كوم هاد العام كنت ألفت ديجا هاد القطع الموسيقية اللي اسميتها إفاجون موسيكا اللي شاركت بها دونك هي قطع موسيقية سينفونية لأوركسترة سينفونية انسپيرية من موسيقى جزائرية أمازيرية قادمة درتها على نامة سينفونية دونك هاد في شهر مارس هي الكونكورة داي فو بارتسيپي في شهر مارس ديبوزي قبل الفان مارس ومن بعد دونك الوحدي يستنى دونك يديبوزي لوفغة تاعو للقطع الموسيقية والاشعر اللي ألفو لكل واحد في الكاتيجوري ديالو من بعد أن نتنى الوسمه الستنى والكين الجن تحكيم تشوف هاد القيم هاد الأعمال هادو ما كامل دونك هاد العام دونك جات شوية سبيسيال مع البنديمية تاع كورونا دونك ستنينا بزاف باش عرفنا كل واحد أسكر بحولا لا لا دونك هي دابيتو تندار في الموات جوان دونك الارميز ديبوزي تندار في الموات في شهر جوان هاد العام دونك ستنينا أجلوها بزاف على جالة جائحة كورونا إذن قمتم بإرسال فقط لمنتوجتكم في شهر مارس من بعد ذلك تم تأجيل وكنت تكلمت عليها من قبل تأجيل هذا المسابقة مش حال من خطر يعني كم من مرة تم تأجيل هذا المسابقة تأجيل تقديم الجوائز هذا كل ما تم تأجيله كان من فرود تندار لو كان ماشي جائحة كورونا العوام اللي فاتوا كانت تندار في شهر جوان كل شهر جوان تصادف عيوم الفنان دونك يديروها مع عيد الفنان وموالف دونك هاد العام يابا يسا موالف دونك سيسا كين ان كونسير كين سبكتاكل بور هاد الارميز ديبري ما هاد العام نون مع جائحة كورونا سيسا با بوسيب دونك الجن التحكيم كانت قامت بتقييم دونك كل هاد المشاركين والأعمال تعمل المشاركين من قبل دونك هي تقديم جوائز بركة اللي تأجل تقديم الجوائز اللي تأجل حتى شهر ديسمبر تمانية ديسمبر طيب لو كنا نتكلم من الناحية التنظيمية دائما نعود ونربطوها مع جائحة كورونا كيف كانت نظمة الأمور حتى في اليوم الإعلان عن الأسماء الفائزة كيفاش كانت الناحية التنظيمية دائما دونك بون نتكلم لك على وش كيفاش تنظمة الأمور من عندنا برك بسكو كان من كان أمور داخلي في الوزارة مالحبال ناش بيهو نونك محنا محنا كنا كانوا عيطوننا من قبل باش ديجا باش يتي بريفو عيطونا في ديبيو نوفمبر باش 3 نوفمبر باش يكون هاد تقديم جوائز افري سادوا أجلوها كيف كيف على دجال كي طلعوا العدد المصابين دونك هاد العام مكانش بي بيليك بزاف مكانش مكانش ستتتنون بغي سخان تأناس اللي كانوا حاضرين في المصرح الوطني غير المشاركين الصحافة وطاق الوزارة دونك هاد العام شغل جاتف تشغل مثال مي كمم كان هناك أجواء خاصة هذه السنة نعم لم يكن بكري كان جمهور يأتي يحضر ويشوف هذا العام المشاركين لم يكن يجب العائلة تتاحهم مع العلم أنكم كنتوا 24 اسم متحصلة لهذه الجائزة نعم زيد صحفة زيد طاق الموزاري زيد الجن التحكيم يجب أن يكونوا غاش بثاف في المسأل تلقيت الجائزة زهير من طرف وزيرة الثقافة والفنون الماليكة من دودة لو كانت تكلمنا على كواليس كيف حتى وين قدمت لك الجائزة كواليس كيف تلقيت هذه الجائزة من طرف الوزيرة نعم نحن كل حقنات ما لم يكن من أنه الوزيرة طريق أو لا لكن فعلا الوزيرة التي أثرت لكي تتمدد كل جائزة بنفسها لكل المشاركين لكل الفائزين وين خدأت أكثر وقت باش تتكلم مع كل فائز وتعرف إنشغالات كل واحد ونشوف بعض الصور لوزيرة الثقافة عندما قدمت لكم الجوائز اللي قلنا فيه ثمان فئات ونشوف زهير عندما مدت لك الوزيرة الجائزة هل الجائزة هي تعتبر الأولى بالنسبة لك زهير؟ الأولى في في هذه الصياق تعوين تأليف وتلحية الموسيقية كنت تنلد جوائز أخرى منها جائزة الجنة التحكيم الخاصة في مهرجا أغنية شعبي في 2012 تأليف الموسيقي وكلش هذه أول جائزة ربما هي أول جائزة وإن شاء الله لها قبل جوائز وغير إن شاء الله كما يخص هذه الجائزة طيب حصلت عليها في هذا العام لكن حبيتنا ربما بعد هذه الجائزة ما هي الأمور أو ما هي المشاريع هل تفتح لكم مجالات هذه الجائزة؟ هل من مشاريع في بعض هذه الجائزة؟ قبل ما نقول لك بلك تفتحنا مجالات أو لا 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 نقول لك بلك جائزة تحفز مليح باش الواحد يكمل على وش كان يخدم فيه ولا وش كان يطمح له لك بلك تفتح لكم مجالات أو لا لا لكن لك تفتح لك بشأنك تخدمك تفتح لك لكن هل تفتح لك أفواب في المجال تيالك؟ لك أفضل تحفز مليحة نحن لا نعرف لك أفضل تحفز مليحة لك أفضل تحفز مليحة وإنما تحفز مليحة لك أفضل تحفز مليحة لكن لن نشاهد إذاً لن نشاهد هل سترى المشاريع؟ أريد أن أعرف أنك ستقعد في موسيقى كلاسيك أو موسيقى سيمفوني أو موسيقى شعبي ألجيريان أو لا تبدل لستيل موسيقى موسيقى بين الطبوع طيب قد دائماً مستقبلاً هل عندك نية أنك تشارك في جوائز أخرى هنا في الجزائر على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي؟ المستوى الوطني إن شاء الله نشوفه جائزة أخرى يكون مسابقات أخرى شكراً إن شاء الله نشارك مسابقات أخرى سعيد دولي إن شاء الله ربما لازم عليك ظهيرة تخصص في أحد الطبوع حتى تقدر تشارك في المسابقات الدولية خاصة نعم لكن فرصة لدينا كولتورة جائزة هي هذه الدولة الكولتورة التي لدينا التقافة المزوجة نستطيع أن نسجع بين التراثينا وبين كل ما لدينا كتراثي جزائري مع كل ما هو عالمي كما الموسيقى السينفونية كما الموسيقى 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 المودرن المسابقات هذا المزوج يجب أن نسجع 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 كثيراً في الساعة الدولية تقافتنا مع المزوجة التي يقدرون يعقلها في الخارج إن شاء الله شكراً لك زهير مزاري كنت معي على المباشر على قناة النهار ربما لدي كلمة آخرى قبل أن نسجع كلمة آخرى نشكر جميع واحد لقدم لأيد المساعدة جميع صديق وجميع واحد من العائلة ولكن نشكر الناس كامل التي تلمت على يدهم من البداية تكامل المشوار تحدي إن شاء الله تحدي موسيقى كالجيريا إن شاء الله شكراً لك زهير إذن شكراً لكم مشاهدنا الكرام نهايته الفقرة ثقافية ليواصل طرق ماء شكراً لكم